منذ وقت طويل وتحديدا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في العراق تم رصد حوادث اغتيال لنشطاء سياسيين ومؤثرين في الوطن الميداني في العراق كان اخرهم ناشطة اغتيلت في محافظة البصرة جنوب العراق وهي رهام يعقوب بعد اعتراض سيارتها واغتيلت رهام يعقوب وهي مدربة رياضية تشارك بشكل واسع في الاحتجاجات المناهضة للسلطة على الحدود مع ايران مصادر صحفية عراقية ذكرت ان ناشطين اخرين قتل في مناج ثلاثة اخرون في مسلسل الاغتيالات المستمر في العراق واودت عمليات الاغتيال بضحايا جدد في الصراع على السلطة بين اطراف موالية لايران والحكومة التي زار رئيسها الولايات المتحدة الامريكية في محاولة للتوفيق بين السيطرة الايرانية على العراق والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية السفارات الغربية في العراق عبرت عن سخطها وطالبت السلطات العراقية بالتحقيق من اجل احقاق العدالة في العراق بعد اغتيال العديد من الناشطين عمار الحلفي الناشط البارز في الاحتجاجات المناهضة للسلطة في البصرة قال انه تم قتل النشطاء وعدم اتخاذ اجراء من قبل القوات الامنية والقضائية يثير الكثير من التساؤلات رغم ان القاتل معروف وهو نفسه الذي قتل هشام الهاشمي وسيقتل اغلب الناشطين في العراق في اشارة الى ايران والميليشيات التابعة لها والتي تسيطر على مفاصل الحياة اليومية والسياسية في العراق مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهد التميمي قال انه وقعت ثمان عمليات اغتيال وسبع محاولات منذ العام الماضي في البصرة وحدها وان اهمالا كبيرا يتم رصده في مراحقة المجرمين والتحقيق في هذه الجرائم التي تتكرر باستمرار وتستهدف فئة معينة وهي الناشطون الذين يعارضون سياسات واجراءات الحكومة العراقية وينادون بتنحية الطائفية وعدم التدخل الايراني وتحكمه في مقدرات العراق